السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم ومواقف من حياتي الصحابة مواقف من حياتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ندرسها ونتذكرها لنزداد محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الكرام ولنتعلم منهم كيف عاشوا بهذا الدين فسعدوا في الدنيا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم من السعداء في الآخرة أيها الإخوة مازلنا مع المبشرين بالجنة تحدثنا في لقاءات سابقة عن العشر المبشرين بالجنة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وياء الزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاه أبو عشنا مع كل واحد من هؤلاء الأفاضل وهؤلاء القمم في حلقة مستقلة لكن هل المبشرون بالجنة هؤلاء العشرة فقط؟ الإجابة لا فغيرهم من الصحابة أيضا مبشر بالجنة حتى اقترب عددهم من حوالي الثلاثين بهؤلاء العشرة يعني هناك حوالي عشرين من الصحابة غير هؤلاء العشرة وردت البشارات لهم بالجنة وعشنا في اللقاء الماضي مع واحد من المبشرين بالجنة غير العشرة وهو سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي أبدله الله عز وجل بيديه جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة إذن هو أيضا من المبشرين بالجنة واليوم مع أسرة كاملة مبشرة بالجنة الرجل وأمه وأبوه إنه سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن والديه أبيه ياسر وأمه سمية هؤلاء الأفاضل وهؤلاء القمم كانوا من المستضعفين قبل الإسلام كانوا مملوكين لغيرهم كانوا عبيدا عند سادة من أغنياء مكة ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من السابقين إلى الإسلام أسلم سيدنا عمار وأسلم أبوه ياسر وأسلمت أمه سمية بنت خباط رضي الله عنها وأرضاه وهو من الصحابة أو من القلائل من الصحابة الذين أسلم أبواهم ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أسلم أبواه رضي الله عنهما وعمار كذلك أسلم أبواه أسلم ياسر وأسلمت سمية رضي الله عنها وأرضاه ومن يوم أن أسلموا بدأ التعذيب والتنكيل بهم وسامهم المشركون سوء العذاب حتى مات واستشهد ياسر أبو سيدنا عمار رضي الله عنهما في التعذيب ولقي الله سبحانه وتعالى تحت وطأة التعذيب وهو متمسك بدين الله سبحانه وتعالى ثم استشهدت السيدة سمية رضي الله عنها أم سيدنا عمار إذ أصرت على دينها وتمسكت بدينها رضي الله عنها فطعنها أبو جهل بحربة كانت في يده جاءت في قبلها في موضع عفتها فاستشهدت رضي الله تعالى عنها وكانت عجوزا وكانت ضعيفة لكن هذا الفض الغليظ لم يرحمها ولم يرحم ضعفها وكان يعذبها حتى ترجع عن دينها لكنها تمسكت بدينها حتى آخر لحظة وماتت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولذلك العلماء يقولون هي أول شهيدة في الإسلام أول امرأة تلقى الله سبحانه وتعالى شهيدة في هذه الرسالة والدعوة المحمدية وهي نموذج لنساء المسلمين نموذج لأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا في التمسك بهذا الدين إذ تحملت ما لا يتحمله الرجال وما لا يتحمله بشر في سبيل أن تظل متمسكة بدينها وهنا نقول ونهمس في أذن نسائنا ليتكن تتحملن القليل من المشقة حتى تتمسكن بدينكن ليتكن تتحملن شيئا من المشقة في سبيل أداء الصلاة وأداء فريضة الله عز وجل ليتكن تتحملن شيئا من المشقة في سبيل الله عز وجل وأنتن ترتدين الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليكن من رحمة الله عز وجل بنا جميعا رجالا ونساء أن هذا الدين وصل إلينا ونشأنا في بيئة مسلمة مؤمنة بين آباء مؤمنين وأمهات مؤمنات علمونا هذا الدين ورغبونا في الصلاة ولم نتحمل المشاق والفتن التي تحملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى كان الواحد منهم يخير بين حياته وبين دينه بمعنى إن تمسكت بدينك قتلت أو استشهدت هكذا فهي فتنة عظيمة ولكن ثبت فيها هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم أجمعين إذن استشهد أبو سيدنا عمار وأمه ياسر وسمية رضي الله عنه وظل المشركون يعذبون سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وكان شابا في مقتبل العمر لكنه كان نموذج أيضا للشباب الذين يتحملون في سبيل الله سبحانه وتعالى المشاق والمتاعب الهدف ليس عرض من الدنيا وإنما الهدف رضى الله سبحانه وتعالى لكن اشتد العذاب على سيدنا عمار رضي الله عنه سيدنا عمار ابن ياسر واشتد العذاب قبل وفاة والديه وبعد وفاة والديه قبل وفاة والديه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هذه العائلة بأكملها وهم يعذبون في الله سبحانه وتعالى ويقول أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وفي رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وهنا نقول هؤلاء مبشرون بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنما الحياة قصيرة وإن أعداءكم مهما فعلوا بكم فلن تطول حياتهم أو لن تطول حياتكم لكن أنتم مبشرون بجنة الله سبحانه وتعالى وكانت هذه البشارة مما يدفع هؤلاء إلى التمسك والتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وهذا دليل على ما بدأنا به كلامنا أن هناك مبشرون أو مبشرين بالجنة غير العشرة الذين وردوا في حديث واحد الحديث المشهور المعروف هؤلاء القمم الصحابة لكن هناك مبشرون بالجنة غيرهم مثل كما قلنا ياسر وسمية زوجه وابنهما عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة هؤلاء مبشرون بالجنة استشهد أبوه واستشهدت أمه وظل هو يتحمل ويتحمل في سبيل الله عز وجل لكن جاء في يوم من الأيام واشتد عذاب المشركين عليه وأرغموه على سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهاتهم بخير قالوا له لن نتركك ولن نرفع عنك العذاب إلا إذا سببت محمدا الذي تزعم أنه نبي وأن تذكر آلهتنا اللات والعزة ومناه وغير ذلك من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر اذكرها بخير في هذه آلهتنا فمن وطأة العذاب وشدة وطأة العذاب عليه استجاب لهم فسب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له صلى الله عليه وسلم ما وراءك يا عمر قال شر يا رسول الله قال ما هذا قال يا رسول الله لم يتركوني حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك أنت قلت هذا بلسانك كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله أنا ذكرت ذلك بلساني لأنقذ حياتي من بين أيديهم كانوا سيقتلونني فذكرت ذلك بلساني أما قلبي فهو مطمئن بالإيمان أعلم أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر أنا موحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأشهد أنك خير خلق الله وما سببت إلا بلساني أجد قلبي مطمئنا بالإيمان يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد يعني إن قصدوك لذلك مرة أخرى فاستجب لهم على ما يريدون ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان قال المفسرون وفي ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أكره على الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان هذا لا حرج عليه أما من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هنا قاعدة أن الإكراه على الشيء لا يعتبر شرعا من أكره على الكفر فأظهر أو قال كلمة الكفر لا يؤاخذ على هذا من أكره على طلاق زوجته وهدد إن لم تطلق قتلناك فتلفظ بكلمة الطلاق هذا طلاقه لا يقع لأنه مكره وهكذا المهم هو القلب وهذا درس أيضا أنه أهم شيء في الإنسان هو قلبه مدام القلب مطمئن بالإيمان يا عمار إن عادوا فعد إن عادوا إلى ذلك فعد إلى ما يريدون مرة أخرى أيها الإخوة الأحباب هذا حدث يدلنا كيف تحمل وإلى أي مدى تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تمسكهم بدينهم وهذا يجعلنا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام أن نشأنا في بيئة مسلمة ولم نتعرض لفتن كما تعرض هؤلاء القمم وهؤلاء الجبال لهذه الفتن فثبتوا أيها الإخوة ظل سيدنا عمار يتحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل المشاق في سبيل الدعوة يتحمل المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى أذن الله عز وجل للمسلمين بالهجرة وإذا كنا يعني الأمة الآن تحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم فلنا أن نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثال في التمسك بدينهم وفي التضحية من أجل دينهم فهاجروا وفروا بدينهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وتركوا مكة الوطن الذي نشأوا فيه وتربوا فيه ولا يعرفون غيره ورحلوا في الجبال وفي الصحراء مسافة أكثر من 450 كيلو متر حتى وصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مكان لا يعرفون فيه أحد وليس لهم فيه بيت وليس لهم فيه أعمال ولا يعني مصدر رزق غير أن لهم فيه الأنصار إخوانهم في هذا الدين ثم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصر فرضي الله عن المهاجرين الذين منهم سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه الله عز وجل عندما مدح المهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء المهاجرين ولذلك بعض العلماء يقول إن المهاجرين خير من الأنصار يعني لما نقول الصحابة كلهم أفاضل لكن بعض الصحابة أفضل من بعض وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى فالأنصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شحى نفسه فأولئك هم المفلحون هذه شهادة الله للأنصار ومع ذلك فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الأمرين جمعوا بين النصرة لدين الله عز وجل وبين الهجرة فجمعوا الأمرين الهجرة والنصرة الاثنين معا فمنهم سيدنا عمار بن ياسر فسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه هو من السابقين الأولين إلى الإسلام الذين قال الله عز وجل عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إذن هذه بشارات كلها للمهاجرين والأنصار إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين منهم سيدنا عمار بن ياسر وأبواه أبوه وأمه ثم هناك بشارة خاصة لسيدنا عمار وأسرته كما أسلفنا أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ثم هناك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه قال عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه المشاش قالوا هي أطراف العظام أو هي العظام كأن النبى عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا عمار نحن نقول سيدنا عمار ملئ جوفه بالإيمان حتى خرج الإيمان إلى مشاشه إلى عظامه هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم إذن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لسيدنا عمار أنه ملئ إيمانا ليس فقط قلبه مطمئن بالإيمان ده قلبه مطمئن بالإيمان وهو أيضا ملئ إيمانا رضي الله عنه وأرضا وهاجر سيدنا عمار رضي الله عنه وبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد المبارك وفي بناء المسجد المبارك كان المسجد يبنى من الطوب اللبن يعني الطوب المصنوع من الطين ثم يجفف ثم توضع لبنات لبنة فوق لبنة كما كانوا يبنون قديما كان مسجد بسيط مصنوع مبني من الطوب اللبن أعمدته جزوع النخل سقفه جريد النخل غير مفروش وإنما فيه التراب وربما أمطرت السماء فسجدوا في الماء والطين لكن هذا المسجد البسيط خرج عمالقة خرج رجالا خرج أسودا خرج علماء خرج أناسا يمشون على الأرض بأرجلهم وبأبدانهم لكنهم يحملون قلوبا كالملائكة رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد البسيط المبارك وهذه رسالة أخرى إلينا في عصرنا هذا كم بنيت البيوت وكم بيوت الله عز وجل وكم فرشت وكم نظفت وكم خدمت وكم كيفت لكنها تشكو قلة الزائرين لها لكنها تشكو قلة الشباب الذين هم حريصون على الصلاة في المساجد وتشكو كذلك إهمال الناس الصلاة فيها إذن ينبغي أن نتعلم ونحمد الله عز وجل على نعمه ونشكر هذه النعم ليزيدنا الله سبحانه وتعالى منها في بناء المسجد النبوي كان الصحابة يبنون المسجد ويشتركون في بنائه وكان كل واحد منهم يحمل لبنة لبنة كان كل واحد من الصحابة يحمل لبنة لبنة وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين الصحابة كل واحد منهم يحمل قالبا من الطوب أو لبن من الطوب سيدنا عمار يحمل لبنتين فيقول له صلى الله عليه وسلم وقد نفض الترابة عن ثيابه يا عمار ما لك يعني لا تحمل كما يحمل أصحابك يحملون لبنة لبنة وأنت تحمل لبنتين لبنتين فقال أريد الأجر من الله يا رسول الله أريد الأجر من الله يا رسول الله في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال له للناس أجر ولك أجران للناس أجر ولك أجران يا عمار ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكأن الله يطلعه على الغيب يقول له يا عمار أو ويح عمار تقتلك الفئة الباغية وهذا الحديث من أهم الأحاديث في تاريخ المسلمين لأنه حدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الحق ومن كان عليه الحق أو ليس معه الحق في الفتنة التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التاريخ بحوالي ثلاثين سنة وهذا الكلام يجعلك تزداد إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل فمن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف في بداية الدعوة وفي بداية تأسيس الدولة في المدينة من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم أنه ستقوم حرب بين فئتين من المسلمين وأن إحدى هاتين الفئتين ستبغي على الأخرى ستبغي على الأخرى وأن عمار سيكون مع الفئة التي معها الحق وأنه سيستشهد ويقتل على يد الفئة الباقية من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الإجابة عالم الغيب سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور الغيبية التي حدثت بعده كتأييد له صلى الله عليه وسلم وكنوع من التدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة وعلى ذلك فقس هناك أشياء كثيرة مثل هذا يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته السيدة فاطمة إنك أول أهل لحوقا بي بعد موتي من الذي يستطيع أن يحدد زمن وفاة إنسان لم يتوفى بعد وهو في كامل صحته وعافيته لما يقول لسيدنا علي رضي الله عنه يا علي أشقى القوم ألا أخبرك بأشقى الناس؟ أحي مرثموت الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى تبتل منها هذه يضربك على قرنك حتى تبتل لحيتك ويموت سيدنا علي ويستشهد بهذه الطريقة بالفعل إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا عمار بن ياثر بشر سيدنا عمار بن ياثر بكثير من البشارات منها أنه قال له صلى الله عليه وسلم أبشر يا عمار أبشر هكذا يقول له صلى الله عليه وسلم أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية هل في هذه بشرة؟ نعم فيها بشرة أنه يوم يموت سيموت وهو على الحق وعلى الخير لما يدخل سيدنا عمار ابن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فيقول له صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب مرحبا بالطيب المطيب قال العلماء هو طيب لأنه بفطرته إنسان طيب قلبه سليم على الفطرة أخلاقه طيبة طبعه طيب طاهر مطهر ثم جاءت شرائع الإسلام فزادته طيبا وزادته طهارة رضي الله عنه وأرضه ما أجمل هذه البشرة وما أجمل هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار ابن ياسر مرحبا بالطيب المطيب وهذا يدلنا على مدى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضه عندما يبشره صلى الله عليه وسلم ويقول إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان علي وعمار وسلمان إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان تعالوا لنسمع مرة أخرى فربما لم ننتبه ليسوا هم الذين يشتاقون إلى الجنة فقط هم يشتاقون إلى الجنة ولابد وما من مسلم إلا ويدعو الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة وما من مسلم إلا ويشتاق إلى جنة الله سبحانه وتعالى لكن العجيب أن الجنة هي التي تشتاق للقاء هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم علي وعمار ابن ياسر وسلمان الفارسي قال العلماء أي الملائكة خزنة الجنة يشتاقون إليهم والحور العين يشتاقون إليهم والولدان المخلدون الذين في الجنة يشتاقون إليهم كل هؤلاء يشتاقون إلى هؤلاء الصحابة الكرام سيدنا علي سيدنا عمار سيدنا سلمان رضي الله عنهم أجمعين يبشره صلى الله عليه وسلم كذلك بقوله ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما هذا يدلنا على أنه كان موفق من قبل الله سبحانه وتعالى وكان دائما يختار الخير الذي يرضى الله عز وجل عنه ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أبو ليقضان على الفطرة أبو ليقضان على الفطرة لا يدعها حتى يموت وأبو ليقضان هذه كنية سيدنا عمار ابن ياسر اسمه عمار ابن ياسر كنيته أبو ليقضان إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ليقضان على الفطرة حتى يموت الله عز وجل يثبته على الحق حتى يموت ما أجمل هذه المناقب وما أعظم هذه النياشين التي وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري هذا الجندي العظيم من جنود الإسلام وهو سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضى حتى إن في مرة من المرات كان كلام بين سيدنا عمار ابن ياسر وسيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه ويعني حدث بينهما كلام واشتد الكلام حتى أغضب سيدنا خالد أغضب سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وراح عمار رضي الله عنه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وسيدنا خالد قد حضر وظل يشكو هو أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلغ القول عن سيدنا عمار ابن ياسر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ثم نطق صلى الله عليه وسلم وقال من عاد عمارا عاداه الله عز وجل ومن أبغض عمارا أبغضه الله تعالى الله أكبر من عادا عمارا عاداه الله تعالى ومن أبغض عمارا أبغضه الله سبحانه وتعالى ما أجمل هذه المنقبة وكأنه يقول له إنه ولي من أولياء الله والله عز وجل يعادي من يعادي أولياءه قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد يعني ليعادي أوليائي أنا الذي سأحاربه دفاعا عن أولياء الله الصالحين من هم أولياء الله الصالحون أولياء الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما أجمل هذه المناقب ويا لسعادة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الشهادات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قد أعطاه الله عز وجل الحكمة فكان كلامه مستمدا ومستفادا من كلام النبوة وكان كلامه فيه حكمة وفيه توفيق فمن كلامه ما ذكره الإمام البخاري رضي الله عنه أن عمار بن ياسر قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار سيدنا عمار يقول وهذه كلمة حكيمة ينبغي أن نعيها وأن نعلم أنه ما تعلمها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان ثلاث صفات دول اللي يتخلق بها فقد استكمل إيمانه أو استكمل الإيمان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا فعل الإنسان هذه الثلاثة هذا دليل على كمال إيمانه ما هي قال الإنصاف من نفسه وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار أما الإنصاف فهو أن يحب الإنسان للناس ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه وأن يكون منصفا في الحكم على الناس وأن يضع نفسه مكان الإنسان الذي يريد أن يحكم عليه ويرى بما سيحكم الإنصاف أن أعرف لخصمي حقه وما فيه من الخير مع اختلافي معه هذا معنى الإنصاف وسيدنا عمار كان منصفا إذ أنه مع اختلافه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بعض الأمور وكانت موقعة الجمل التي ذكرها المؤرخون إلا أنه لما سمع رجلا يعني يذكرها بشر نهره وقال ما أعلم إلا أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم اختلفنا نعم اختلفنا بيننا خلافات نعم لكن لا ينسى بعضنا فضل بعض ولا يعني ننسى حسنات من نختلف معهم الإنصاف الإنصاف عزيز كما قال أهل العلم لا يتخلق به إلا الكبار ولا يتخلق به إلا أقوياء الإيمان ليس معنى أنني أختلف معك أن أبهتك وأن أتهمك زورا لا أقول أن أختلف مع فلان في كذا لكن هذا رجل من حسناته كذا وكذا وكذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الإنصاف الإنصاف من نفسك وأن تنصف نفسك بأن تحميلها على طاعة الله عز وجل وترك معصية الله سبحانه وتعالى ثم بذل السلام للعالم أن يفشي السلام على من عرف ومن لم يعرف فإفشاء السلام من الأشياء التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها من أسباب المحبة التي تنتشر بين المسلمين أفشوا السلام بينكم تحاب اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كان الصحابة يلقون السلام على من يعرفون ومن لا يعرفون وكان بعضهم يدخل السوق لا يريد أن يبيع أو يشتري ولكن يريد أن يسلم على من يلقاه في الطريق وبذل السلام للعالم كما يكون بالقول يكون بالفعل بمعنى أن الإنسان يسلم منه الناس ويسلم منه المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد من المسلم قال هو من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية الإمام أحمد من سلم الناس من لسانه ويده بذل السلام للعالم ثم الإنفاق من الإقتار أن تنفق حتى وإن كنت فقيرا أن تنفق حتى وإن كنت غير غني حتى وإن مع وجود الإقتار ووجود الفقه إلا أن المسلم يحب الإنفاق ورب درهم سبق مئة ألف درهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل له درهمان تصدق بأحدهما فهذا تصدق بنصف ماله ورجل له مال كثير أخذ منه وتصدق إذن الإنسان يعود يده العطاء حتى ولو كان شيئا يسير حتى ولو كان صدق بالقليل لكن الإنسان ينفق قال العلماء والإنفاق من الإقتار يشمل الإنفاق على النفس ويشمل الإنفاق على الأولاد ويشمل الإنفاق على الرحم ويشمل الإنفاق على الفقراء والمساكين كل ذلك يسمى إنفاق ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار كلمة حكيمة سجلها الإمام البخاري لسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضه أيها الإخوة سيدنا عمار بن ياسر في ختام حياته عينه سيدنا عمار بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على الكوفة أميرا على الكوفة وشتان بين البدء وبين النهاية فهو في بدئه معذب متهط من سادة قريش لكنه في نهايته أمير من الأمراء أمير على الكوفة يحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل أعزه الله تعالى ورفع قدره لأنه تحمل في سبيل الله عز وجل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة العلماء يقولون ومع كونه أمير على الكوفة إلا أنه كان متواضعا لله سبحانه وتعالى وكان يحمل حاجته بنفسه رباه النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع وعلى حسن الخلق كغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رضى الله سبحانه وتعالى كان يقول اللهم إن كنت أعلم أن رضاك أن أتردى من فوق هذا الجبل لفعلت أو أعلم أن رضاك في أن أحرق بهذه النار لألقيت نفسي فيها أو أن رضاك في أن ألقي بنفسي في هذا البحر لألقيت نفسي فيه رضاك أريد يا رب لا أريد إلا وجهك أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة هذا نموذج نسوقه لشباب الأمة سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن والديه فهي أسرة مبشرة بالجنة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرضى عن سيدنا عمار وعن أبويه سيدنا ياسر وسيدة سمية أول شهيدة في الإسلام وأن يجمعنا بهم في جنته سبحانه وتعالى وأن يجمعنا بهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يرضى عنهم وأن يرضى عنا معهم بفضله وبرحمته إلى لقاء قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة